بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل بعض أمثلة على رسم المحنيات ونطبق الست خطوات اللي خدناها قبل كده المثال التاني بيقول لي Y بتساوي X 4 ناقص 8 X تربية زائد 16 نحن بيه خمس خطوات بنعملهم بس خلينا نيجي على جنب كده ونحاول نجيب المشتقة الأولى والمشتقة التانية وماذا يتعني بالنسبة لنا المشتقة الأولى هتساوي 4X تكايب ناقص 16X أسواها بالصفر عشان أجيب النقاط الحارجة يبقى أخذ 4X مشترك يتفضل X تربية ناقص 4 تساوي الصفر يبقى X بتاعتك يا إما بناقص 2 يا إما بصفر يا إما ب2 جات منين أن هنا X بتساوي صفر وهنا X بتساوي زائد أو ناقص 2 دي بسميه يبقى نقاط حارجة خلاص؟ إذن أجعل هنا ناقص 2 هنا صفر هنا 2 طيب بعد الاثنين يكون ثلاثة ثلاثة تربية بتسحى ناقص رضايا يبقى موجب وهنا موجب يبقى دي هتبقى موجبة سالبة موجبة سالبة ده مين؟ ده المشتقة الأولى يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا فيه تناقص هنا فيه تزايد هنا فيه تناقص هنا فيه تزايد يبقى ده عند النقطة دي هيبقى صغرى لأنها تناقص زاد هنا وازمة هنا مين؟ صغرى طيب أدي واحدة عايز أجيب المشتقة التانية يبقى هتساوي من فوق 12 X تربية ناقص 16 السواء بصفر عشان أجيبني قطل الانقلاب ألاقي أن 12 X تربية هتساوي 16 لما أسم على الأربعة هيبقى 3 X تربية بتساوي أربعة أي أن X تربية بتساوي أربعة على الثلاثة ومنها يبقى X تساوي زائد أو ناقص 2 على جزر في الثلاثة دي بنسميها نقط انقلابي ودي حارجة دي انقلاب يعني لو جيت يرسم كده هبقى عند الناقص 2 على جزر 3 وعند ال2 على جزر 3 بينهم الصفر لو جيت عوض هنا هلاقيه سالب هنا موجب هنا موجب يبقى الدلد والشها الأعلى الفترة دي بعد كده الأسفل بعد كده الأعلى طيب تعالي نشوف بقى الست خطوات اللي كنا بنتكلم عليهم أول خطوة إن أنا بجيب المجال أول خطوة إن أنا بجيب المجال المجال بتاع هذا اللي هو R ليه؟ لأنها كثيرة حدود وكثيرات الحدود مجالها R النقطة الثانية إن أنا بجيب نقاط التقاطم مع المحاور يعني إيه؟ يعني أحط الـ X تساوي 0 وشوف الـ Y تساوي كان لو حطات X بتساوي 0 هلأت الطرف اليمين بيساوي 16 يعني الـ Y بتساوي 16 ومنها يبقى أنا عندي نقطة اسمها 0 و 16 اللي هو على محور مين؟ على محور Y لو أنا حطيت الـ Y هي اللي بصفر هلاقي إن ده عبارة عن X تربية ناقص 4 الكل تربية بتساوي 0 يعني X تربية ناقص 4 بتساوي 0 يعني X بتساوي زائد أو ناقص 2 يبقى أنا عندي نقطتين ناقص 2 و 0 و 2 و 0 يعني إيه كلام ده بقى؟ يعني أنا لو عندي ده محور X وده محور Y هلاقي هنا ده 0 و 16 وهنا سالب 2 و 0 وهنا 2 و 0 الثلاث نقاط دول لازم الرسمة بتاعتي يعدي بيهم طيب الخطوة الثالثة ايه الخطوة الثالثة؟ أيوة بالزبط كده الاتصال لو جيت أبص هنا دي كثرة حدود فالدلة ما لها متصلة على R كلها الدلة دي متصلة على R كلها يبقى أول شرط إن مجالها R يبقى ترسم على محور X بالكامل نقاط تقاطع ثلاث نقاط سالب 2 و 0 و 0 و 0 و 16 متصلة الخطوة اللي بعد كده اللي هي رقم 4 أجيب مين؟ أيوة الخطوط التقاربية الخطوط التقاربية بيجيبها إزاي؟ اللي هي الخطوط التقاربية الرأسية أصفر المقام أنا معندش هنا مقام عشان يبقى أصفر يبقى لا يوجد خطوط تقاربية رأسية ولا أفقية ليه ولا أفقية؟ لأني لما أخذ نهاية الدلة بتاعتي لما الـ X تروح لزايد أو نوع اسمال نهاية لها تروح لكام لمالة نهاية طيب الخطوة الخمسة اللي هي مين؟ الخطوة الخمسة بتاعتك اللي هي القيم المشتقة الأولى وتطبقاتها المشتقة الأولى وتطبقاتها أنا أخذت لكم قبل كده من الصفحة اللي فاتت إن أنا عندي لحظة بقى كده لو ده محور X واللي فوق ده محور Y فأخذت لك إنه عند النقطة صفر يعني عند النقطة صفر و 16 دي نقطة وزمة يبقى أنا هعمل كده لأنها وزمة طيب عند ناقص 2 وعند الـ 2 نقطة صغر صغر يعني إيه؟ يعني هتبقى كده صح؟ طيب قبل النقص 2 كانت الدلة بتاعتي مالها تناقصية طيب من ناقص 2 لصف الدلة بتاعتي مالها تزايد طيب بعد الصفر تناقصية طيب بعد الـ 2 تزايد ده اللي كانت المشتقة الإيه؟ المشتقة الأولى Y داش طلعت منها بالكلام ده طيب رقم 6 Y ضبل داش طلعت منها بشوات حاجات إنه عند 2 على جزر 3 وعند سالب 2 على جزر 3 اللي هي النقطة دي والنقطة دي بحصل عندها انقلاب يعني إيه؟ بحصل عندها انقلاب يعني الدلة قبل النقطة دي والشهل الأعلى بعد النقطة دي والشهل أسفل النقطة اثنين على جهزة قبلها الدلة وشال اسفل بعدها الدلة وشفايل وشال فين لاعلى. دي قلنا عليها عظمى. الاثنين دول قلنا عليهم ايه? قلنا عليهم صغرى. اذا باستخدام الستة الخطات اللي انا قلتم قبل كده اقدر ارسم الدلة بتاعتي.